بداع الفوائد الدعوية هذه صيغة عظيمة جدا في الاستغفار تتناول ذنوب العبد كلها المتقدم منها والمتأخر وما وقع منها سرا وما وقع منها علانية فإن قولها اللهم اغفر لي ما قدمت أي قبل هذا الوقت من الذنوب وما أخرت أي عنه وما أسردت وما أعلنت أي ما كان منها مستورا لا يطلع عليه إلا الله وما كان منها علانية يطلع عليه الناس وما أسرفت أي ما تجاوزت فيها الحدود وما أنت أعلم به مني لأن العبد يذنب وينسى ذنوبه ويعصي وينسى معاصي وكل ذلك محفوظ قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد قال أنت المقدم وأنت المؤخر هذا فيه أن تقدم الإنسان إلى الخير من الإيمان والعافية والنعمة والطاعة لا يكون إلا من الله وكذلك التقدم لنيل المغفرة والرضوان والفوز بالجنة هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى أنت المقدم وأنت المؤخر فهذا كله بيد الله إلى شريكنا ثم ختم بلا إله إلا أنت وهذا إعلان بالتوحيد في تمام هذا الاستغفار إعلان التوحيد في تمام الاستغفار والمقام في هذا الدعاء مقام طلب مغفرة وختمه بالتوحيد وهذا فيه التنبيه والفائدة أن التوحيد أعظم موجبات المغفرة توحيد أعظم موجبات المغفرة ولهذا جاء في الحديث القدسي ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وكثيرا ما يأتي إعلان التوحيد في الأدعية والاستغفارات الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلكم سيد الاستغفار ومن ذلكم سيد الاستغفار الذي يشفى عن يقوله المسلم في صباحه ومساءه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر